دشنت وزارة التربية والتعليم من خلال معهد البحرين للتدريب عددا من البرامج التدريبية ذلك أو ذات الطابع التخصصي وذلك بالشاركة مع معهد الإدارة العامة بباب التنسيق مع دوان الخدمة المدنية حيث يعمل المعهد على استقطاب أكبر عدد من المتدربين ويكون مركزا متخصصا في تدريب الموظفين في القطاعين العام والخاص معهد البحرين للتدريب تمكن مؤخرا من تحصيل موافقة دوان الخدمة المدنية بحيث يكون مركزا لتدريب موظفي الحكومة في جميع وزارات وهيئات الدولة جنبا إلى جنب مع معهد الإدارة العامة بيبا بحيث أن تكون الدورات التي لا تقدم في معهد بيبا تقدم من خلال معهد البحرين للتدريب وخصوصا الدورات المتعلقة بالجانب الهندسي والجانب الفني البحث وبالتالي نتصور أن هذه خطوة متميزة جدا سيتمكن معهد البحرين للتدريب من خلالها في زيادة عدد الطلبة الملتحقين به لا ننسى أيضا أن المعهد لديه شراكات مع مؤسسات دولية مثل أدكسل وبيرسون وهذه مؤسسات تقدم دعم على مستوى المناهج والتدريس لمعهد البحرين للتدريب بحيث تكون الشهادات الصادرة عن المعهد هي شهادات معتمدة وتؤهل حامل هذه الشهادة للحصول على وظائف في القطاع الخاص وبالذات في الجانب الفني والمهني طبعا خطط معهد البحرين للتدريب في المرحلة القادمة هو أيضا تأهيل موظفي وزارة التربية والتعليم بالذات في المدارس الآن المعهد صار يقدم خدمات تدريبية لموظفي المدارس على مستوى مختبرات لتخريج فنيين في المختبرات وأيضا في مصادر التعلم وهذه خدمات لم تكن مقدمة في السابق وينفتح اليوم معهد البحرين للتدريب بالتعاون مع الكثير من الشركات اليوم لدينا مشروع طموح لتقديم شهادات متخصصة في البرمجة وأيضا في قواعد البيانات ومثل هذه الشهادات تؤهل حامليها للالتحاق بوظائف مختلفة ومهمة في القطاع الخاص خطتنا القادمة ترتكز على زيادة عدد الطلبة في المعهد تنويع الخبرات التدريبية وأيضا أن يكون المعهد دوره فاعلا في تدريب موظفي حكومة مملكة البحرين بحيث تكون هذا التدريب متكاملا مع معهد الإدارة العامة وإن شاء الله عما قريب سيكون هناك تدشين لعدد من البرامج الجديدة التي يعمل المعهد عليها الآن بالتنسيق مع ديوان الخرب المدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر